بنهاية السنة الجارية سيصل رقم أعمال المتعاملين الاقتصاديين المحليين في إنتاج الأدوية إلى ما يقارب ملياري دولار في الوقت الذي سجل معدل استهلاك الدواء من طرف الفرض الجزائري إلى مئة دولار سنويا أي أقل من معدل الاستهلاك العالمي المقدر بمئة وسبعة وعشرين دولار ولحد اليوم تغطي صناعة سيدلانية طلب الوطني بنسبة خمسين بالمئة الاستهلاك الجزائري للأدوية بصفة عامة يقارب مئة دولار في السنة سنويا والمعدل العالمي تغطي استهلاك الأدوية مئة وسبعة وعشرين دولار سنويا الحاجة الثانية أنه احنا عملنا هذا اليوم يعني باش نحتفلوا بوصول جزائر لتغطية خمسين في المئة على احتياجات تحها ننفوتوا مليار وثمينمائة مليون دولار يعني ممكن إن شاء الله نلحقوا لزوج ملاير دولار نسبة سبعين في المئة هي ما يطمح إليها مصنعو الأدوية في الجزائر لتغطية السوق الوطنية الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول إمكانية الوصول إلى هذه النسبة في ذل الظروف الاقتصادية الحالية لكن هذة سبعين في المئة هما الأصعب لأنه لازم نروحوا الأدوية للتكنولوجيا تحها عالية مش هي العالية كتر كتر لكن عالية ولازم دونك يديروا زيف استثمارات جدد وهذه الاستثمارات الجدد هذية السؤال نقولوا فيه هل ترى السوق الجزائري واحده يكفيهم باش يقدروا يعني هذا الاستثمار يكون ناجح ورغم الأرقام الطموح التي يسعى إليها مصنعو المنتجات الصيدلانية في الجزائر إلا أن ندرة الأدوية ما زالت تتصدر مخاوف الكثير من المرضى لأسيما أصحاب الأمراض المزمنة والأدوية المصنعة محليا فيه تانين قطاعات يعني ما نكذبوش على رواحتينها وهذه القطاعات أكثرها يعني السبب تحها هو المحيط تحت المنتج ليه هو محيط مش سهل يعني وخلال بداية هذه السنة سجلت واردة الجزائر من الأدوية أكثر من مليار دولار حسب أرقام الجمارك رقم كبير لم تستطع الحكومة خفظه بالمستوى المطلوب بينما يواجه الدواء الجزائري مشاكل في الثقة ولبيات الاستراد حسب الخبراء ترجمة نانسي قنقر